السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله مرحبا بكم في الفيديو تاليوم الفيديو تاليوم كما راكم تشوفوا في بيزا بيزا سريعة سهلة مهلة جينطرية ناجحة بمئة بالمئة واسرع ما يكون بطريقة مختلفة نبدأ على بركة الله عدنا ثلاث كسان تالفارينة نكيلو بالكسة 220 مليليتر نديرو لها مغرف كبيرة تالخميرة تالخبز ونزيدو لها مغرف كبيرة تالصقر سقر عادي ونخلطو المواد الجافة مع بعضهم بعد نبدأ ونزيدو في المواد السائلة عندنا ست مغرف تالزيت زيت عادي تقدروا تستعملوا زيتنا لحبز زيتنا نديرو لها علبة تالياورت ناتيوخ لكانستعملتو ياورت سيوخ خيمو عطر ديرو عطر تالبانان ولا فاني ولا قارس نزيدو لها كاس تالحليب تافي نفس الكاس اللي كينا به الفارينة ونزيدولو نصف كاس تالماء نزيدوه بشوية باش على حسب النوعية تالفارينة تحكم تشرب ما تشربش نتحصلوا على العجينة تتلازق نخلطوها شوية بعد نزيدو الملح نديرو مغرف تالي ساق تالملح بعدوها على الخميرة باش ما تتفعلش معها نغلفوها بسيلوفين ونديروها تطلع بعد نكسموها على أربع قطع نحلو وحدة نديروها في الطاجين ولا في كخابياغ ولا لكان درتو كخابياغ وصغيرة اكسموها على ست قطع بعد قطع طيب علاجها ونقلبوها نزيدو نديرو لها الأساس الأساس وش تعيد درت فيها درت فيها طماطم تالحب شوية طماطم تالبات فلفل شوية فلفل شوية بصلاش معدنوس وملح زعيطرة وفلفل كحل ورحيتها بدرتها حكا كنية طماطم وزيت زيتونها طبعا ندير الأساس بعد نبدأ نزيد ندير فلفل فرماش ديرو وش تحبو ما جيت نكمل غارنيتور تحام الفوق هي واجده وبالصحة ولهن